السلام عليكم أنا أسعد واحدة في مصر والوطن العربي شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لجمهورها احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب بنجاح أغاني البومها الجديد التي تواصل شركة روتان حثها من على السوشيال ميديا نظرا للنزاع القضائي بينهما مؤخرا وكان آخر ما طرحته شيرين هي أغنية قالك نسيني عبر حسابها الرسمي على التيلجرام وأعربت شيرين عبدالوهاب عن سعادتها بنجاح الأغاني وتفاعل الجمهور معها ونشرت الموسقى الدعائية الخاصة بأغنية قالك نسيني عبر حسابها الرسمي على انستجرام وعلقت أنا أسعد واحدة في مصر والوطن العربي الدنيا كلها بترقص ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوني ويا لن بقينا نعمل تحديات رقص ونفرح كلنا كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر صفحتها في موقع اكس عن طرح أغنيها عبر حساب بعنوان البودجاس عبر تطبيق الفيديوهات رامبل عقب توالي حث الأغني التي طرحها وآخرها عسل حياتي من موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة في مداخلة هاتفية مؤخرا مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الذي يعرض على قناة امبيسي مصر وتطرقت خلال حديثها عن مواصلة شركة روتانا حث أغنيها على الرغم من انتهاء العقد بينهما وردت شيرين يوقفها طول عمرهما في أذن والأذى ابتدى من أول شرط أن أنا أخذ غنور منك ومع ملكيش دعاية يبقى النية هنا إيه يا فندم أنا بقي بناشد بلدي أن أنا شيرين عبدالوهاب مطربة كبيرة جدا نانا آسفة أني بقول الكلام ده أنا عايز بلدي تحميني من الكلام لي بيحصل ضلوقتي لأن أنا مغلطة تشفي حاجة وقعدت سنين مبتك لمش وسكوتي به خلاهم يفتكر أني ضعيفة وأنا مش ضعيفة أنا قرش عنده سنان حامية جدا وبتطلع وقت اللزوم شكلهم واصلين واصلين في الأذ كما كشفت شيرين عن تصالحها مع المحامي ياسر قنطوش بعد إعلانه تنحيه عن قضايا ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على نفس التضيق وعلقت عليها أبويا وصديقي المستشار ياسر قنطوش يذكر أن الخلاف بين روتانا وشيرين عبدالوهاب ما زال قائما وانتقل إلى ساحة القضاء وكان شيرين طرحت مؤخرا عددا من الأغني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور بينها اللي يقابل حبيبي بتمني أنسات وقامت الشركة بحثها لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد